محور واحد في الشر إذا اشتكى منه طرف تداعت كل أطرافه بالخوف وهزيمة طرف منه تعني هزيمة كل الأطراف ذلك هو محور المشروع الإيراني الممتد من طهران حتى بيروت يواجه اليوم عقوبات مشددة ويتعرض لنكبات متتالية فبعد الحصار الخانق على النظام الإيراني والثورة ضد أدواته في العراق يأتي قانون قيصر ليخنق نظام الأسد ويستهدف كل من يمت له بصلة أو يدعمه ولو بلايرة واحدة قانون قيصر يعني كثيرا بالنسبة إلى إيران وذلك لأن تداعياته تتعدى إلى ما هو أبعد من حليفها المباشر نظام الأسد إلى أذرع إيران في المنطقة وأبرزها ميليشيا حزب الله اللبناني وقد بدأت ارتدادات القانون في لبنان تظهر جليا حتى قبل تطبيقه الشعور بخطورة قانون قيصر دفع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إلى كسر الحظر الذي فرضه فيروس كورونا على زيارته الدبلوماسية ليقوم بجولة إلى تركيا ومن ثم إلى روسيا بحثا عن روادع في مواجهة القانون سواء في إطار عملية أستان المتعلقة بسوريا أو في سياق التنسيق مع روسيا المعنية هي الأخرى بالقانون التحرك الإيراني السريع جاء بدافع أن المستهدف الأساسي من قانون قيصر هو نفوذها في المنطقة وتحديدا في سوريا التي تحظى بثقل استراتيجي في حسابات المشروع الإيراني التوسعي وضع هذا القانون في سياق الصراع الإيراني الأمريكي يجعله يمثل نقطة تحول في استهداف أذرع إيران بأكثر الأسلحة فتكا تلك التي استخدمتها واشنطن ضد طهران منذ أكثر من عامين بعد انسحابها من الاتفاق النووي إنه سلاح العقوبات والحرب الاقتصادية التي تقوض أركان أكبر إمبراطوريات العالم حتى ولو كانت تملك أسلحة متطورة